شون هيك بجي للموثلين الحالي الشباب؟ والله أكو كثير يعني كثير منهم عدة مشروع و عدة يريد يشتغل و يريد يطور نفسه و عدة هام و عدة بس أنا أدي ملاحظة عليهم وأتمنى يسموني الملاحظة أنه هي أنه أولا أنه أنت لا تلغي ناس قبلك حاولوا يشتهدون لسان ماذا أقول لك ممثلين وسووا أعمال هس أنت ترضى عليها ما ترضى عليها بس أكو أعمال بقت بالذاكرة وهس تريد أعدد لك يعني وأكيد أنت تعرفها يعني مناوي باشا و مثلا آلم ستوهيبة و ذئاب الليل و ما لا تلغي لا تقعد مثلا أولا أنت بعدك مثلا أول تجربة أو ثاني تجربة لا تقول أنت من تجي تقعد تقول الآن راح أبدي أحسن أو شلون بالله أغير صورة أغير الواقع المر للدراما العراقية بس مو هاي حقيقة يا أستاذ سعاد يعني مو تأخرت كل شي الدراما العراقية بسبب منه تأخرت ليش هو بسبب الموثل تأخرت بس على فكرة يعني تغير أنت مثلا بالتجارب يعني ما عدنا تجارب زينا لا أكو هاي زينا طبعا زينا ليش ما نتكر زينا زينا فكرة التمرد على أعمالكم تعتبرها اجتهاد لا وليس تمرد هو هو الشباب يعني عنده أنه رأسا مباشرة يقارنك بالعالمي مثلا عسا هذا مو مثلا تبرير أنه عنده أقول أنه إحنا اللي قدمنا شيء عظيم أو ما عدر شوه لا بس أنا أقصد أنه أنت منه تقدم شيء لا تستبقى لا تقول آني راح أغير وراح أفلش وراح ما عدر شوه خلي شوف خلي يبقى بالذاكرة خلي يطلع نجح هذا الجيل أنه يغير صورة الدراما العراقية يطلع يا دراما عدد لي شنو السحنة بس شنو اللي قدموه هسا أكو يعني أكو أعمال لطيفة مثلا شنو الأعمال شنو الأعمال اذكر لي أنت عمل أنا ما أذكر والله يعني رمضان الفات تابعت أعمال انتلو اي شنو الأعمال شانو مثلا طيبا حشابي هواية طيبة شنو بنج عام لولاية بطير هسا أنا ما أحب بحش بالأسماء المحددة يعني بس بصورة عامة ما أكو تجربة مثل هسا أنا مو غرورا ما أكو تجربة مثل الحب والسلام مثلا ليش الحب والسلام عمل سهل لا طبعا الحب والسلام من الأعمال اللي يمكن أن تريد يعني ياخذون عشرين عشر سنوات ما أحبان صالح اشتصر بس هم مو خرد شانسور يعني مو خرد شانسور لا المخرد بس بس اي بس عمل وذا هسا مو دا يشتغلون مشتركة هسا مو دا يشتغلون مشتركة أوفك من الحب والسلام رباب روح شوف رباب هسا أنا سيقول لك الكثيرين مثلا هذا عمل مو منا وباشا لحد الآن الناس تتذكر أكو أعمال ما تلنسي ما تلنسي فأنتو من تسوون عمل يعني مدى الغجيل بس أقول أنه لا تصرحون تصريحات أكبر وخلي الناس هي اللي تقول مو أنت بعدك ما مشتغل وما مبينه ما صايرت لك ملامح ورأسان تجي تصرح أنا أحب الشخص اللي يشتغل ويضطيل الناس ويقولهم الناس شوفوا وقيموا أنتو أكو فرق لو ماكو هذا اللي يجي مثلا تغيير على مستوى اللق على مستوى الكلار أو على مستوى الكاميرا هذا مو أنت تغيير مو أنت المسوي هاي التكنولوجيا والعلم والميديا سوي تشينوا فضلك أنا أريد تغيير على مستوى يعني مثلا مثلا أستتقلد على أداء مثلا القديم ما هي الحياة كانت هيج يعني أنت مثلا طبعا أنا الآن لازم أسرع بأدائي لأن الحياة اختلفت فأنت ما معقول تحاسب جيل قبل أنه كان الأداء أساني مو معاه كل شيء بس ما معقول تحاسبه أنه جيل كان كله بطيء الحياة كانت بطيئة الظرف كان مو زين بصورة عام ماني ما دا أقول يعني بسأل حتى توصل وجهة نظرين ما دا أقول أنه القبل بيرفكت يعني طالع دائما نحجي على الدراما العراقية ونقول دائما إحنا يرادلنا نسوي كذا وكذا وكذا بس أنه أنت لا تجي مو كل واحد يجي شخص واحد يقول أنا راح أغير مثلا جانا ممثل ما أدري مين يقول أنا جيت حتى تغير واقع الدراما العراقية أو يجي لمخرج خرج لمسلسل واحد هي التغير ما يجي بشخص ولا يجي بممثل ولا يجي بمخرج واحد منظومة كاملة لازم تتغير فأنتش وقت ما تتغير هذه المنظومة ولازم جماع يقولوا مو شخص يجي يقول أنا جيت تغير الدراما من سنتين رجعت الدراما عجبك عمل خلال هاي السنتين؟ تقول علي هذا عمل حلو حبيته؟ والله يعني أكو تغير يعني أكو تغير بس اللي حتشيناء تغير باللون بحلقة الكاميرا الأداء الشباب يعني هذا الأداء السلس أكو شفته هو يعدون أداء سلس حلو إذن شقدت بالمئة من الأعمال عجبتك؟ دعنا نقول هيتش يعني مو هي ستين؟ سمين؟ يعني سألما قاعد كأنما أنا أقيم لا مشاهدة لا مشاهدة أنت بالفعل كنت خمس سنين مشاهدة لذلك تشتغل إيه مشاهدة وشاهدة كل شيء بصراحة حلو إذن أنت رأيك بمكانة؟ إيه بس ما شفت عمل قوي كل شيء أكو أعمال موجودة يعني أنا أعتبر هذا زمن السكيتشات بصراحة حتى ما يزعون من عندهم وصارت مملة وصارت مالها طعم يعني هوا يا أخي ما معقول نعم يعني ما شفت لي عمل يعني بحيث من تقعد تقولوا والله والله هذا ما أنتك كامل فالسهية هم صعبة يعني أنا ماذا أقول لهم تقدمون نعمل بس لحد الآن ما شفت ذاك العمل اللي من نقعد نقول سوين هذا العمل أكو محاولات نحو خمسين ممكن توصل يمكن هاي درجة هواية أو ستين بس بعض الطريق طويل وقلت لك هي حتى العفو المقاطعة قلت لك إنه القضية مو قضية شخص أو قضية سنة ترى الدراما كل الصعبة هاي منظومة كاملة لازم تشتغل لازم يكون عندنا مؤلفين زيني ممثلين زيني ممثلات هواية وزينات فهذه الرات زمن نحن لا نقعد بيوم أو بعمل اللي نريد نسوي رأسا يطلع ماء ماكو طفرة تصير طفرات بس على كل المستوى تطلع عمل زيني لا هذا الشي صحيح شكرا لك اشتركوا في القناة